الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي قال لا يؤله المؤمن من جحر مرتين رواه البخاري ومسلم أرديو اليوم يحمل هذا العنوى لا يؤله المؤمن من جحر مرتين أرجو أن تكون قد استمعت الأرديو الأول وعلق بالدهن معنى سلم جرب ولا تنسى الطبيب أن تكون دفت الواجب العملي ووضعتم لائحة أو على الأقل حياة زوجية قريبة منكم كمثال أو مثالين تعجبكم وتطمح سيدي أو سيدتي أن تكونوا مثلهم لأنه من أساسيات التعلم هذه نظرية نفسية معروفة التعلم بالنظير أن نتعلم بالمثل من هنا للصحبة فائدتها منذ الصغر نرى الأمور كيف تحدث ونتعلمها وهذا لأن الحمد لله في الله سبحانه وتعالى زودنا في دماغنا بما يسمى بالعصبونات المرآت يعني نرى الشيء وهي نفسها التي تفسر أن مثلاً حين يسقط أحد أمامي ولا يتألم قد أبكي ولا قد أمسك مثلاً بالمكان الذي يؤلمه لا شعورياً إن عندي عصبونات مرآت وكأنني أحس بما يفعل الآخر وهذه مفيدة جداً في التعلم منذ الصغر التعلم بالنظير وكذلك عند الكبر أتعلم حرفة أو الشيء يدويماً يجب أن أنظر إلى من يقوم به ثم يسهل علي أن أقوم به بعد ذلك إذن سلم جرب كانت مهمة في هذه الزاوية هذه أن أخذ حياة زوجية تعجبني وأطمح أن أكون مثلها وأسأل أصحابها أخذ منهم النصائح لأنني أؤكد على المعنى الذي قلته في الأوديو الأول ليس الهدف فقط أن تكون حياة زوجية خالية من المشاكل غير متعبة خالية يعني نسبياً لا تخلو حياة من مشاكل بسيطة بين آوينة وأخرى ولكن الهدف أن تكون هذه الحياة الزوجية تصعد الإنسان وتعينه على التطور والتقدم وأن يكون أفضل مما هو عليه الآن هي قاعدة واحد زائد واحد تساوي ثلاثة وليس اثنان يعني على أساس أني أنا أشخص أشكل واحد ولكن حين أتزوج بمن يعينني على أباء الحياة أتطور وأصبح أنا واحد ونصف ينضاف إلى شخصيتي ينضاف إلى مهاراتي ينضاف إلى حياتي ينضاف إلى إمكانياتي ينضاف إلى إنجازاتي كأنه أصبحت واحد ونصف وكذلك أشكل نفس شيء بالنسبة للطرف الآخر فيصبح واحد ونصف فنصبح ثلاثة نتقوى ببعضنا البعض أوديو اليوم قلت هو عن لا ينضغ المؤمن من الجحر مرتين ونجميع سبق له أن رأى أو سمع على الأنترنت أو على وسائل التواصل التعريف المشهور للعبقاري أنشتاين أن الغباء ما هو إلا تكرار نفس الشيء بنفس الطريقة مع توقع نتائج مختلفة يعني لا يمكن أنني أنا طوال شهور أو سنوات من حياة الزوجية أجرب نفس الوصفات وتؤدي دائما إلى نفس المصائب الحياتية ونفس المشاكل العاطفية ونفس التوترات الأسرية ورغم ذلك لا أبحث عن بديل آخر لا أبحث عن حل آخر على الأقل سلطب أو بالضل المجرب إنه كي لا أكذبكم قد يكون المجربة تسأله عنده حياة زوجية سعيدة ولكن وصفته قد لا تناسبك أنماط شخصية جد 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 مختلفة ولكن هذا يكون واضح هذا يمكن أن تحس به يعني مرأة قوية شخصية تتعرف على مرأة شيئا مهادئة وصبورة فلا يمكن أن تأخذ منها كل شيء يعني هذا من باب إن كنت قد أفلحت فتتبع نقطة لولى ومستشارك في حياتك الزوجية كلهم أناس ناجحين في الحياة الزوجية ولكن مغمى ذلك وصفاتهم لا تناسبك فلا تكرب نفس الوصفة يعني يجب أن تغير طريقة الواجب العاملي اليوم هو أن تجرد لائحة تكتب فيها كل الأمور التي سبقها وجربتها لحل المشاكل ولم تنجح وتضع عليها خط نهائي خط أحمر نهائي لن أجربها مرة أخرى وتضع لائحة بديلة ماذا يمكن أن أجرب ماذا يمكن أن أجرب ولم يسبق لي أن جربته من قبل إذن لا يضغ المؤمنون من جحر مرتين تضاف متعلق بالدهن مع سلم جرب ولا نسى الطبيب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر